مؤخرا العديد منك يكون طالعا النازل في الفيسبوك حتى يتفاجئ بشي صورة أغنية أو تغريدة على تويتر تبعت بملايين الدولارات والمشكل الكبير هو أن هذه الصورة إذا تعرضت عليك ما تعطي فيها حتى 50 درع ولكن عندما تزيد تبحث كثيرا وتتعمق كتلقى بأن هذه الصورة أو الفيديو تباوع عن طريق تقنية الـ NFT فأشنا هي هذه التقنية الـ NFT؟ كيف يختم بها الناس؟ والأهم كيف تستطيع أن تنشئها حتى أنت وتبيعها إذا قاعدت تساؤلات سوف نجاوب عليهم في هذا الفيديو إن شاء الله لكن أخي أختي قبل البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد لنا أول بالأول إذا على بركة الله الـ NFT هو اختصار لجملة Non-Fungible Tokens أو الرموز الغير قابلة للاستبدال لكي تفهم أكثر اركز معي هذه التقنية هي التي تجعل الأشياء وحيدة وبالتالي الفنانين الرقميين وصنع المحتوى الرقمي يقدروا يجعلوا المحتوى ديالهم سواء كان كتب صور فيديوهات برامج أسماء مواقع نظريات أبحاث وكذلك تغريدات محمي بحقوق ملكية جد متطورة والتي لا يمكن الشخص آخر يأخذها لهم وينسبها له وهذا السؤال الذي سيطح لك في ذلك لماذا سنخسر هذا الفلوس لكي نشريه صورة مثلا ونحن يمكن لنا ندروا لها فوتوكوبي ونقدروا نبيعها وتقيم علينا فابور هذا هو دور تقنية NFT أعطيكم واحد المثال البسيط كل شيء يتعرف الرسم الشهيرة موناليزا أو جوكاندا وكنعرفوه الثمن الخيالي ديالها وباش تدير كوبي لهذا الرسمة وتعرضها للبيع فكن عليك قيم ما كيش اللي غادي يعطيك فيها شي ثمن كبير فقط غايعطوك الثمن تقريبي اللي تقانت عليك به هاد الصورة وبعد السنتات كربح ديالك لماذا؟ لأنه لكل كيعرف بلي هذي ماشي الرسمة الأصلية وبالتالي ما غا تكون عندها حتى شي قيمة لأنها الأصلية تم النقل ديالها لمتحف اللوفر ومتقى تاريخيا كيفاش حتى وصلة التماء وكل شي اعرف بلي ليوناردو داوينتشي هو صاحب هاد الرسمة وباش نفهمه اكتر علاش هاد الانفتي كيكون التماندية اللي هون كبير بزاف فكين اهم عنصر اللي هو صاحب المشروع اللي كيكون عنده حمولة رمزية اما فنان مشهور مختارع او كدلك شي ملياردار والجانب الثاني المميز لهذا المشاريع هو المدة او الصعوبة اللي تقدمها هاد المشروع وهنا غنوريكم بعض الانتلة لاشياء تباعت اللي صعيم تصدقوها خصوصا اللي اشتو التمن باش تباعت هاد الصورة الرقمية الضخمة هي اول صورة انافتي تباعت للفنان بيبل وتباعت بتسعود وستين فاصلة ثلاثة مليون دولار ايها بن عمي كيف ما سمعتي تسعود وستين فاصلة ثلاثة مليون دولار اما هاد الصورة العبيطة اللي غتبالك ومعندها تشقيمة فتباعت بسبعة فاصلة خمسة مليون دولار وهي الديلانفيلد وهو الرئيس التنفيذي للشركة يونيكورن وهي صورة فنية قياسها ما كيتتعداش 24x24 بيكسل يعني حجم صغير صورة راديئة ولكن تمنديله كبير وكبير بزاف وزدك هذي اللي غتيتفاجع اكتر من هذي اللي سبقو فهذه التغريدة اللي امامكم هي الملياردير جاك دروسي تبعت بجوج فاصلة 90 مليون دولار جوج فاصلة 90 مليون دولار ايه كي سمعتني القيمة في انها اول تغريدة تنشرات في تويتر دابابيني وبينك اخي زينجي اشكت سنة ما عليك غير تفتحتك البيسي ودير شي خربشها في الفوتوشوب وعرضها للبيع لا تعرف يشوفها ملياردير سكران ويعطيك فيها شي مليون وما تنساني المهم المهمة أحاول تقدر المستطع لكي نصلكم هي المفهوم نفتي وحاول اعمق واصعب مما تصور لكن لكي لا تنساني في هذا الفيديو المبدأ العملي في هذه التقنية ويمكن لك حتى انت تدخل المجال وتدير صور او اعمال خاصة بك وتعرضها على منصات للبيع ومن بين هذه المنصات التي سنقطعها عليك هي Open C هذه منصة مفتوحة المصدر والتي سوف تتمكن لك منعرض مجانا سوف تحتاج فقط المحفظة الرقمية اتريوم وكي تكون لك المحفظة لهذه العملة سوف تسجيل في منصة من منصات تداول كبينونس مثلا وبعدها سوف تربط نفتي الخاص بك مع هذه العملة اتريوم لأنها العملة الاكتر استخدامة في هذه المنصات من بعد تسجيل في Open C ورفع العمل الخاص بك سوف تحدد السعر الخاص بك ووصف مناسب كذلك للعمل وفي حالة المحفظة لتسجيل منصات ومتاجر لتداول هذه الأصول الرقمية وكذلك هذه المجموعة من المنصات التي يمكن لكم تبيعون فيهم الفتي الخاص بكم ونجعل لكم جميع المنصات في وصف هذا الفيديو وقبل لم تنسى الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وأي تساؤل وجهتي وضعوا في تعليق الخاصة بهذا الفيديو وإن شاء الله سأجلبكم عليه أول بأول وإذا كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لكي نصلكم الجديد أول بأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر